سيدس جمال صح كل اللي انت قلته طبعا ده اولا هو مش وجهة نظر كلام ده منطوء الحكم اللي اصدره مركز التسوية والتحكيم اول حكم يقوم بمركز التسوية والتحكيم اه ولا وانا ما معتقدش ان مركز التسوية والتحكيم حيجامل الالف شيء لو شايف النادي الاهلي مبالغ في طلباته مية في المية كان ما كانش حيتخذ هذا الحكم او يصدر هذا الحكم انا بعتبره حكم تاريخي طبعا من عشان كيف اقولك ده يعتبر لما تيجي تقارنه بما يحدث هذه الايام لا ده يتطبق نفس الحكم ده لو الاهلي طلب اي تعويضات حياخدها حقيقي صح ومع ذلك وده بقى المهم ومع ذلك فالنادي الاهلي يقدر الظروف المحيطة يعني هو النادي الاهلي مش هيفرق معه يعني هياخد مية وخمسين الف جنيه يعني بيهم ايه مفيش يعني مش مبلغ اللي هو هتقول هيعوض النادي الاهلي عن حاجة هو اهم حاجة هنا هو صدور هذا الحكم الذي يثبت صحة موقف النادي الاهلي السابق اللي هو في الفترة السابقة في الموقف اللي هو موضوع الحكم يعني وايضا يعني نقدر نعتبره رد على ما يحدث هذه الايام يعني الناس كتير حاولت تصور ان النادي الاهلي مخطئ وبيتجاوز وبيطلب حاجة مش من حقه وبيبحث لمصلحته الشخصية وبيبحث لمصلحته الشخصية وبيبحث لمصلحته الشخصية لا هذا الكلام ممكن اي نادي اخر يتعرض لنفس الازمة يتخذ من هذا الحكم مرجعية ايوة المحامي النهاردة بتاع اي نادي لو هو عاوز يعترض على شيء هياخد الحكم ده ويقدمه ضمن الاوراق بتاعته في قضيته فبالتالي لا يمكن مركز التسوية والتحكيم هيصدر حكم مناقض لهذا الحكم استحال اه وبالتالي هو ده يعني زي ما يعني انا شفت انت قديه سعيد فعلا محمد سعيد اه والله يعني بمجرد ان احنا عرفنا الخبر قبل ما ندخل الهوى اه لانه بالفعل هو مبدأ قانوني سيد جمال انت عارف السعادة جاي منين فكرة اللي انت مش بتقعد تدافع عن قرار او موقف لمغاردة الدفاع وانت مش بتدافع بوجهة نظر شخصية مثلا لا ده ده اصلا انت لما تيجي بنختلف في اي حاجة يا بتشوف حكم قانوني يا بتشوف سند تعتمد عليه او نص قانوني اللي اكتهت فيه اه بالزبط فده نص قانوني اللي اكتهت فيه الا زى حد بقى اتحاد الكرة حاب يعترض او يطعن هو حر لكن صدور الحكم بهذا الشكل زي ما حدك قلت هو تأكيد على ان النادي الاهلي يعمل في اطار قانوني وفي اطار اه الدفاع عن حقوقه ولا يطالب بان هو يحصل على حقوق الاخرين بالعكس هو ما اتكلمش هنا عن اي اندية هو هنا اتكلم عن حقه هو كنادي ان هو ما يلعبش كل اه 48 كل 72 ساعة والفرق التانية تلعب كل اسبوع والفرق التانية تلعب كل اسبوع وكل عشر تيام حتى هو ده كان منطق غريب خريب شкая وكل عشر تيام